حضرتك مثلاً كلمت عن الأحوال السياسية وتكلمت عن الأحزاب ولك كده جملة كتبتها قلت أنه لو اختفت كل هذه الأحزاب غداً لن يشعر أحد بفراغ أنا أعتقد أنه لا بد من إحياء الحياة الحزبية الحقيقية في مصر اللي بيحصل دلوقتي أنه الأحزاب السياسية في مصر ليست هي المجال الأساسي للحركة السياسية بدليل المصريين اللي في الحزاب نسبتهم قدهم مصر فيها 100 مليون أكثر 100 مليون كم مصري منخرطتها في الحزاب السياسية أنا لو لقيتهم أقل لو مثلاً زادوا عن قولي مثلاً نصف مليون ده يبقى أنا كبير أول طبعاً ده شيء يعني سلبي للغاية طبعاً طبعاً ما Mt إنخراط المصريين في تب لماذا لا ينضم المصريون لأحزاب السياسية لأنهم مش حاسين لهذه الأحزاب بتلعب دور حقيقي في الحياة السياسية المصرية إنما يومها يشعروا أن هذه الأحزاب بتلعب دور أساسي في الحياة السياسية المصرية وأن الانتماء للحزب هو مناط الدور السياسي والانتماء للحزب هو اللي يخليه يخش في الانتخابات وخش ويبعود مجلس النواب ويبقى وزير وهكذا هذه مسائل مهمة من المهم إذا كنا بتكلميني عن أولويات الحوار طبعا تنشيط الحياة السياسية وتنشيط الحياة الحزبية بلا شك